عجيب حال الناس في هذا الزمان فلو أنك اخترت طريق العقل والرشاد والحكمة اليوم واستخدمت الحجج والبراهين من القرآن والسنة في جميع ما تقوله في معتقداتك وفي حياتك عن هذا الكون من حولك وإن جئت بتجارب علمية وتجارب حياتية مؤكدة لما تقوله لرأيت امتعاض الناس من حولك وشدة انتقادهم لك بل ولرأيت اغتياض بعضهم منك وكرههم لك معارضين ما تقوله وتعرضه من أفكار إبداعية وعلمية بما سمعوه في البرامج الأجنبية الغربية الوثائقية فأدلتهم المنتاج والأفلام فقط للحجج والبراهين ويحصرون الذكاء بالأمم الأخرى وكأننا لا نصلح للتفكير ولو أنك اخترت الحماقات من الأقوال والأفعال والفرضيات لما وجدت انتقادا أو إنكارا فنحن في زمان أصبحت فيه الأفلام الحجة والبرهان وصارت العلوم النبوية والقرآنية محكومة لا حاكمة تابعة لا متبوعة فعندما تتساءل عن أماكن تواجد عمالقة المخلوقات في أرضنا الشاسعة الكبيرة الهائلة وعن أماكن تواجد يأجوج ومأجوج بأعدادهم الهائلة وعما لم نكتشفه من الأرض بعد ترى انتقادا لطريقة تفكيرك وعندما تتحدث عن الكون والمجرات تكون حجة الناس في معلوماتهم هو ما تعرضه البرامج الوثائقية من خلال المنتاج والتلاعب بالصور يزعمون قدرتهم على منع المذنبات من الوصول إلى الأرض وهم في الوقت نفسه لم يتمكنوا من إيقاف بركان أو زلزال واحد بمعداتهم فحالنا في هذا وذاك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع واللكع هو الأحمق اللئيم اللهم اجعل لي نورا جاء في صحيح الجامع بإسناد صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع واللكع هو الأحمق اللئيم عزيزي المشاهد عزيزي المشاهد أنت تحب الخير لك ولأصدقائك أليس كذلك؟ فإذا أعجبك الفيديو شاركه مع أصدقائك ودعمه بلايك وشكرا جدا على كل مشاهدة وكل تعليق جعل الله في ميزان حسناتك نشرك لهذا الفيديو ودعمه ومشاهدتك له ولا تنسى أن تشترك في القناة والموقع واحرص على أن تفعل جرس التنبيهات حتى تكون مميزا عن الجميع فيصلك كل جديد إن شاء الله تعالى موقع لينور الإلكتروني دابليو 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 دوت لينور دوت كوم اللهم اجعل لي نورا موقع اشتركوا في القناة